مرحبا كيس المبيض ايش بختلف عن تكيس المبايض وشو انواعه وشو اعراضه وكيف ممكن نعالجه رح نعرف من خلال هذا الفيديو بس كالعادة بذكركوا لايك شير واشترك في القناة على اليوتيوب عشان تشوفوا الفيديو هاد الجاي كيس المبيض هو كيس موجود على او داخل المبيض في وسائل بختلف عن تكيس المبايض انه بتكيس في عدة اكياس في الكيس هو كيس واحد فبالتالي بختلفوا عن بعض في الاعراض في الاسباب في طريقة العلاج يعني كيس لا يعني تكيس تكيس يعني كيس بس قبل ما احكي لكم ايش هو بنعرف او كيف بتصير او شو انواع الكيس بنعرف انه بخلال الدورة الشهرية بتصير في تنافس ما بين عدد من الحويصلات وواحدة بتصير او المسيطرة وبالتالي هي اللي بصير منها عملية الاباضة نتيجة ارتفاع هرمون الهرمون اللي بفكك البويضة وبالتالي بصير لها عملية افراز لخارج الحويصلة هاي الحويصلة بتفرز بصير اسمها كوربس لوتيوم او الجسم الاصفر هي اللي بتفرز هرمون البروجستيرون بعد ما صير في عملية تكون للمشيمة المشيمة هي اللي بتسيطرة على الموضوع اما اذا ما صار في يعني ما صار في عملية تحمل ما تكون في عنده مشيمة وبالتالي هاي الحويصلة اللي بتتحول لاشي اسمه كوربس البكنز وخلص بتظه محله بتروح اللي بصير في حالات الكيس المبيض في عنا نوعين رئيسيات نحكي نحكي نبلش بالنوع الاول في عنا ثلاث انواع تحتي اللي نحكي يعني وظيفي في عنا صار فيه خلل وظيفي اذا كان هرمون الالاتش ما ارتفع بصورة كبيرة وبالتالي ما تصير عملية الاباضة دول الكيس موجود في المبيض النوع الثاني انه ممكن تصير عملية الاباضة بس بسبب ما هاي الحويصلة اللي رجعت سكرت وبالتالي ظلت موجودة في المبيض النوع الثالث هو يعني مش نوع كثير متكرر أو مش كثير بنشوفه هو بس بنشوفه عند النساء الحوامل نتجة ارتفاع هرمون الحمل بشكل كثير كبير وغالباً بتكون مع النساء الحوامل بتوامل وبالتالي هذا النوع مش كثير نركز عليه النوع الثاني أو من السلالة الأساسية اللي هو نيوبلاستيك أو المرضي نتيجة وجود خلايا بتنمو جوا المبيض وغالباً مرتبط في بطانة الرحم الهاجرة لنتيجة لوجود خلايا بتشبه خلايا بطانة الرحم بصر لها عملية نمو جوا المبيض بتكون هاي الحويسلة أو الكيس هذا الكيس دموي بنسميه هو ما فيه الشوكولاتة بس لأنه فيه دم وهذا الدم يعني تفتت شوي فصار لونه بني عشان هيك بنسميه شوكولات النوع الثالث الأخير من نيوبلاستيك بنسميه هو طبعاً اللي بيده عنكم جميعاً اللي هو نتيجة نمو خلايا سلطانية لكن مش منتشر كثير ويعني سهل تمييزه بالخزاعات الاختلاف الرئيسي بين الوظيفة والمرضي أو الوظيفة والمرضي الحجم الوظيفة غالباً بيكون حجم الحويسلة من 2-3 سنتيمتر اللي سببه بطانة الرحم الهاجرة بيكون أكثر من 10 سنتيمتر وبالتالي طريق العلاج أو بلاش نحكي عن العلاج بالأول نحكي عن الأعراض غالباً الوظيفة ما بيكونش فيه أعراض كثيرة أما لما يكون نتيجة نمو خلايا بيكون فيه أعراض مثلاً ألم في الدورة الشهرية أو مثلاً ألم أثناء الجماع أو مغس في البطن أو يعني تروح على الحمام كثير نمبر ون أو يكون فيه صعوبة في نمبر تو فهي الأعراض يعني في الشيء أعراض نجي نحكي يعني هذا العراض أساسي أنه تشفيه مع كيس المبيض وبالتالي العلاج أو قبل ما نحكي عن العلاج الفحص والتشخيص لازم يكون عند طبيب مش بس على الأعراض نعتمد العلاج ممكن ما تحتاجيش لعلاج أبداً خاصة إذا كان وظيفة غالباً بروح خلال شهرين ثلاث بيكون راح ممكن أقل ممكن تبلش بعلاج عن طريق حبوب منع الحمل عشان يعني نخفف وجود الهرمونات في الجسم وبالتالي يضمحل هذا الجسم ويروح ممكن تحتاجي لعمليات جراحية عملية جراحية يتم إزالة الكيس بس شو ليش العلاج أو شو الهدف من العلاج هو اللي بيخليكي يعني تفكري بالعلاج غالباً ما بيأثر على عملية الحمل ما بيأخر عملية الحمل خاصة إذا كان من النوع الوظيفي لأنه سمحكيت خلال فترة بسيطة بروح لكن النوع اللي نسميه ممكن يكون إلو تأثير على على تأخر الحمل وبالتالي لازم دائماً تراجع طبيب ويستم تقييم الحالة هل لازم تشيليه ولا مش لازم تشيليه هل رح يروح لحاله هو من أي نوع وبالتالي ما بنقدر نفهم لحالنا إلا لما يصير في عملية تشخيص واضحة ونفهم إيش هو نتمنى تكون معلومة جديدة واستفدتوا منها وكالعادة لايك شير سبسكرايب وشوف الفيديو هالجاي سلام